تالت نقطة عايزة أقولها لحضراتكم إن اللي أصيبوا بهذا الدور يعني دلوقتي كده وفي الفترة السابقة أفضل حاجة كويسة ما تحزنش ما تزعلش لأن كل إصابة مرضية من النوع ده كفيلة أنها تدي لأجسامنا مناعة في أيام أكثر برودة وأكثر ضراوة في فصل الشتن فيعني فاهمين قصدي يعني إيه الحمد لله اللي خدها بدري شوي تمام طيب دلوقتي بقى الدور اللي ماشي ده الدور الوحج ده اللي ماشي ده هنقول إيه أعراضه الرئيسية عشان تبقوا حضراتكم عارفين فيه أعراض رئيسية أه طبعا فيه أعراض رئيسية أول هذه الأعراض الرئيسية الحرارة ارتفاع الحرارة تمام إحنا اتفقنا أن كان اسمه خلاص ما تشغلوش نفسكم بالاسم هقول لكم دلوقتي أنا قصدي إيه من النحية العملية أو من نحية الطبية خلاص يبقى فيه من الأعراض الرئيسية فيه حرارة فيه حرارة الكحة آه فيه كحة حتى لو ما كانتش في البداية بس بيبقى فيه كحة وبيبقى فيه حالة ما في الأنف يعني يا إما عطس يا إما أن الأنف تبقى محتقنة يا إما أن كلها إفرازات معبية كده يا إما كلهم مع بعض خلاص كده دي برضو من الأعراض الرئيسية برضو من الأعراض الرئيسية تكسير الجسم تلاقي الواحد إيه جسمه كده مكسر ووجع العضلات تلاقي العضلات نفسها وجع الواحد زي ما يكون الواحد يقول إيه الله الواحد زي ما يكون كان فيه خناقة ولا حد ضربه ولا كان قاعد على كرسي مثلا فترة طويلة مش مريح عضلاتك تلاقيه وجعك آه فعلا فيه وجع في العضلات تمام الأعراض اللي بتفضل بقى شوية اللي بتكمل يعني إحنا اتفقنا أو هتعرق يعني لما يحصل حاجة بنروح للدكتور هتلاقوا فيه علاج خلاص العلاج ده إن شاء الله فيه تحسن تحسن تدريجي بس فيه أعراض بتفضل شوية بتكمل معنا شوية حتى الدكاترة هتلاقيهم بيقولولكوا كده ما تستعجلوش عليه يعني الأعراض اللي بتختفي عطوة تلاقيه الحرارة بتختفي على طول بالأدوية الخاصة بالحرارة سواء مضادات حيوية أو خوافة حرارة أو ما إلزال لكن هتلاقوا مثلا الكحة مطولة شوية تمام هتلاقوا إن أعراض الأنف قلت ولكن فضل حاجة يعني تلاقي حد يقولك إيه أنا لسه بس بعطس إنما منخيري مش مزدودة أنا لسه بس إيه عندي شوية إفرازات كده كل شوية بابا عايزة طلعها إنما الحمد لله مش مزدودة منخيري ولا بعطس الأنف بس هيفضل عارض كده هتلاقوا برضو بعض التكسير في الجسم أو الإحساس بتكسير الجسم لكن أقل طبعا أنا بتكلم إمتى بعد ما نبتدي العلاج يبقى معنا كده إيه لازم الكشف الطبي والمتابعة الكشف الطبي والمتابعة هو فيه فرق ما بين الاتنين طبعا فيه فرق طبعا فيه فرق وفي الدور ده بالذات ده فيه احتياج شديد للمتابعة الكشف عشان نحدد المرض وبناء عليه نحدد العلاج أو نحدد الحالة المرضية إيه اللي يلزم لها من علاج ونبتدي نوصف العلاج صحي كده؟ طيب هتلاقوا الدكتور إن شاء الله كل الدكاترة شطار يعني وجمال هتلاقي الدكتور يقول لك إيه أسبوع واشوفك عشر تيام واشوفك مش هيزود عن عشر تيام ممكن يعني هي بالكتير قوي أسبوع يقول لك إيه هنلتزم بالدول فلاني ده سواء بقى لحضرتك لزوجتك لبنتك لولدك لولدتك واشوفك بعد أسبوع عارفين ليه بعد؟ هي دي المتابعة عارفين ليه بعد أسبوع؟ علشان إما تغيير العلاج يعني ممكن يغير لك حاجة في العلاج مش عشان هو غلطان لأ عشان استجد حاجة فممكن تغيير العلاج ده يبقى بالإضافة يعني يزود لك دول أو يحزف لك دول أو يعدلك جرعة من دول يعني أنت محتاج الرشدة الأولى دي أول أسبوع خلاص؟ في المتابعة بقى لما بتروح له ومسلا ممكن يقول لك إيه هنعمل أشعة صدر أشعة عادية أشعة عادية خال الفكرة فيه ناس بتتعامل مع أشعة صدر عادية دي يعني أنها حاجة يعني أي كلام يعني فيه ناس يعني أنا شفت بجد الناس دي يعني الناس دول فعلا هم بس لو يسمعوا الكلام بتاعنا بتاع الأطباء والله العظيم هيرتاح أنا شفت في مركز أشعة أحد مرافز الأشعة الشهيرة يعني شفت مريض بيقول لي للموظف الرشدة فبيقول له إيه أشعة صدر قال له لأ هو الدكتور طالب أشعة صدر أنا بقى عايز أعمل رانين فقال له تعمل رانين ليه؟ قال له ما يعني أشعة صدر ينبقينش حاجة ده المريض اللي بيقول هو معتقد أن أن الأشعة المقطعية أحسن والأشعة الرانين أحسن وأحسن يا سيدي الفاضل ده أمر خاطئ أشعة الصدر دي بتبين حاجات والمقطعية بتبين حاجات والرانين بتبين حاجات والدكتور مش مش مكسل يعني أن يقول لك أعمل رانين بس هو شايف أن أنت محتاج ده في الوقت ده محتاج أشعة صدر وبالنسبة الأشعة العادية مش بس الصدر أشعة العادية على الرجبة والأشعة العادية على الرجلين والأشعة العادية على كده دي بتبين حاجات كتيرة قوي بس الناس برضو بتفتكر انه الحاجات اللي من زمان دي اصبحت اقل اهمية في حين ان هي حاجات مهمة جدا جدا